مرحباً 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 أهلاً بكم أولادي clinical pharmacy and pharma dean ده السلايدز بتاعة العملي هنبتدي مع بعض إيه اللي مطلوب مننا فيه العملي بسيط خالص إحنا بتزهر قدامك 12 سلايد مش طبعاً مش مرة واحدة يعني إنت الامتحان بتكوّن من 12 سلايد شريحة الشريحة هتظهر لك دي رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة أربعة خمسة الحد رقم اتناشر يب أنت مستلم ورقة فيها ترتيب من واحد لاثناشر هتكتب إيه الصورة اللي قدامك دي EM of mitochondria فين الميتو كوندريا في الصورة أهي الصورة اللي قدامي دي أهي الميتو كوندريا إيه المطلوب مني مفيش غير الكلمة دي Electro Microscope of mitochondria طب ما أنا برضو لازم أفهم الصورة علشان أحفظها هي oval in shape بيضاوية الشكل لها two membranes غشاء خارجي وغشاء داخلي الغشاء الداخلي ده عامل كريستيا اللي هي التعريك دي بسميها كريستيا وفيه فراغ هنا اسمه matrix space طب أحد يقول لي إيه الساهم اللي مشاور عليه ده ده rough endoblasmic critical يعقول EM of mitochondria and RER EM of mitochondria and RER RER اللي هو rough endoblasmic critical يبقى EM of mitochondria طب أنا عرفت إنها EMA الصورة بتاعتي أبيض وسود كأنك مصور صورة زي زمان الكاميرات بتاعتي الأبيض والسود الصورة التانية دي عبارة عن light microscope هي عبارة عن جول جي apparatus في النيرفيسل فين النيرفيسل الكور دي دي كورة هي rounded body rounded cell body cell nervous cell nervous cell nervous cell nervous cell nervous cell nervous cell كل دائرة من دوائر دي nervous cell حمسك واحدة منه أهي دي nervous cell فيها إيه فيها شادو أو خيال مكان النواة التي لم تسبغ بالسبغة دي أنا إيه السبغة دي اللونها بني يبقى الشريحة عندك باللون البني الوحيدة فقط لا غير ظهرت كده وأنا مش عارف حاجة ده جولجي أبيريتس نيرفيسل وأقول السبغة بتاعتي silver steen جولجي بقى فين شايف اللون البني ده أو النقط البني ده ديت هي الجولجي كل نقطة من النقط دي جزء من الجولجي أبيريتس طب الصورة اللي بعدها الخالية اللي بعدها هي برضو مكان نيوكلس ودي جولجي موجود هنا لها يبقى دي يحاول عليها جولجي أبيريتس نيرفيسل silver steen عارفتها إزاي لونها بني تمام طيب دي أبيد وسط يبقى إيه إلكترون مايكروسكوب اي ام بتاعت إيه شايف الأنابيب اللي موجودة ده ده جولجي أبيريتس يبقى أنا هنا جبت النقطة اللي كانت باللون البني في الصورة اللي فاتت النقطة وكبرتها بالمايكروسكوب الإلكتروني تلعت بتتكون من كذا أنابيب ايه الشكل ودامي ده عشان نفهم الصورة عندك في الصورة في الجنب ده رف اندوبلازم كريتيكرا رف اندوبلازم كريتيكرا معاليه الريبوزومز اهي حصل تكوين أولي للإيماتير بروتين وتحرك في الحويصالة دي بسماها فيزيكل الحويصالة دي شغلتها ايه بتنقل البروتين غير الناضج من هنا الى الجلج عشان اعمله ماتيور او اسويه او اخليه ناضج يبقى هي عبارة عن شيال يشيل البروتين من هنا الهنا فبقول عليها الترانسفير فيزيكل الفيزيكل الشيالة او الحاملة طيب دي راحت فين صبت في الأنابيب الطويلة دي الأنابيب الطويلة دي دي بسميها جلجي ستوكس جلجي ستوكس ايه الجاي هنا فين تروح تلحم فيها وتصب محتوىاتها جوة هنا في الأنابيب الطويلة هنا هيحدث ايه بقى في الجزء في الأنابيب الطويلة دي يحصل ماتيوريشن او بروتين يعني ماتيوريشن او بروتين يعني ان البروتين عندي ابتدى يستوي طب يستوي ازاي احط عليه شوية سكر جلايكو زيليشن احط عليه شوية بروتين اويل يبقى هنا بعمله يبقى انا بقى ضيف شوية حاجات عليها احط عليه صالفيش وده اني اعمل كونسنتريشن للبروتين لحد في الآخر يستوي يطلع منها اهي ماتيور بروتين ماتيور بروتين فبسمي الفيزيكيلز دي اللي هي راحة ديت برا دي سكريتوري فيزيكيل سكريتوري فيزيكيل الحاجات دي مطلوبة مني لا علشان نفهم الصورة مش يبقى كده اهطل او هبلة كده اروح قايل ده ايه موجول جابارت طب ايه اللي في الصورة ما نفهم ايه الشغلانة يعني انا اصلا وظفتي ايه في الفترة اللي انا فيها دلوقتي والله يطولي ده بودا هينفعني في الصيدلة هينفعني في الطب يا شيخ ما ينفعكش دلوقتي لكن هينفعك لو قررت انك تعمل ابحاث هتعمل ماجستير هتعمل دبلومة هتعمل ايا كان فهتحتاج بحث البحث ده بتاخد تفاصيل الخلايا او الادوية بتحدث ايه او تعملها عنها فبتحتاج انت تعرف الستركشور ده بعد كده في الريسيرش شغلانة بتاعتها الريسيرش اكتر منها حقيقة ده صورة ابيض وسود ايه اما اف جول جي ابرت طيب ايه الكورة اللي قدامك ده او الامر اللي قدامك منور ده الكبير ده ده النيوكلس ده النيوكلس برضو عشان ابعد وسود او ال E-M of nucleus يبقى للنواة فيها ايه النيوكلس هنا ديت E-M فيها نيوكليولوس النوية فيها كروماتين اللي هو اللون الاسود الغامي ده اللون الاسود الغامي ده بسميه هتيرو كروماتين الهتيرو كروماتين منه تلات انواع preferal اهو على حرف الغشاء بتاع النواة و ايه جزر لوحدها متنوط وره و عندك اللي هنا النواة هنا حواليها محاط بها كروماتين النوية محاط بها كروماتين فبقول نيوكليولوس او كروماتين او نيوكليولوس او نيوكليولوس او نيوكليولوس او نيوكليولوس او كروماتين طب الفراغ ده فيه برضو نقط سودة صغيرة كده ده برضو كروماتين بس ده كروماتين ناشط بسميه يو كروماتين يبقى الغامق ده هتيرو غير ناشط لكن اليو هو اللي ناشط طب دول كلهم محاطين بغشاء بسميه نيوكليور انفيلوب ليه جزئين جزء خارجي او تر ممبرين و انر ممبرين لما ممشي في الغشاء ده لا فيه فتحات بورز بسميها نيوكليور بورز الكلام ده مطلوب مني انا برجع معك على النظر يا فورس رجعنا على نيوكليور يبقى اذا انا معايا هنا اي ام اوف نيوكليور طيب ايه الخلية دي بقى light microscope بس ملونة يبقى ده صورة بس انا شايف عبارة عن ايه شبكة قدامك اهي الشبكة دي فضية الخلية بتاعتها فضية دي خلية ودي خلية ودي خلية حمسك الخلية دي ايه الفراغ اللابيض ده ده عبارة عن شنطة شيلة لبت دهن ودي السيل ممبرين بالسيتو بلازم رفيع اوي لونه احمر ودي النواة بتاعتها بريفرال انبوزشن تعالى الخلية اللي جلز اجنبها برضو فات سيل ادي شوية السيتو بلازم بالسيل ممبرين اللي انا ماشي عليه ده ودي النواة نيوكليوس بريفرال وفلات ودي الشنطة دي كلها مليانة الليبت طب الليبت هنا ظهر عبارة ليل ان انا استخدمت سبغة اسمها هيماتوكسلين انديوسين اتش اندي الهيماتوكسلين انديوسين اللي انا استخدمته دوب الليبت دوبه فلما دوبه ساب مكانه فاضي يبا هنا دي كلها على بعضها بقول عليها مجموعة من الفات سيلز فات سيلز طيب دي عبارة وسيل يبا اي ام بس هنا دي كلها على بعضها مش نواة دي خالية على بعضها اللي انا عرفت خالية منين ادي النواة اهي النيوكليس و ادي السيل ممبرين من بره بتاع الخالية و ادي شوية اورجانيلز موجودين جوه مين الشكل اللي قدامك ده اسمها بلازما سا يبا فيها النواة اهي و ادي الاورجانيلز جولجي مع راف اندو بلازم كريتكلم كل الكياس دي راف اندو بلازم كتكلم هو ده جولجي اهو وهنا جولجي وهنا جولجي لكن النواة هنا بقى حتى دي نظري النواة هنا تتميز ان فيها لون اسود اللي هو الهيتيرو كروماتين ولون ابيض يو كروماتين يو هيتيرو يو يو هيتيرو هيتيرو يو هيتيرو يو الله يعني فيه الترنيشن تبادل بين الهيتيرو وبين اليو فقالك ده تشبه الكلوك فيس ساعة هنا الساعة 12 هنا واحدة هنا تلاتة هنا اربعة فقالك هنسميها كلوك فيس ابيرانس تاخد شكل الساعة دي هنا خلية على بعضها دي هنا خلية تانية بس مليانة كور صغيرة متنطورة حوالين النواة ادي نيوكليس و ادي عندي كياس كتيرة الكياس دي هي ايه شيلة الافرازات بتاعت الخلية دي الخلية دي بسمها مصت سيل ابيض و سيل ايه ام اف مصت سيل طب ايه هي المصت سيل قدامك بتاعت ايه المصت دي واحدة من مسؤولة عن الحساسية الهايبر سينستيفتي ايبا نيوكليس و مليانة حبيبات حواليها و دي السيل ممبرين اقول عليها مصت سيل بس ايه ام الله البيليات شو ده اللي مع وجه قدامك دي العينين اتنين عين هم واللي بينهم ده هو الميوكس فاقول على الشكل بتاع البيليات شو ده كله امبلايكال كورد يبا الامبلايكال كورد هو الصورة اللي قدامك ده الاتنين عين تو ارتريز البوء فين طب مين الكونكتف تشو او المقيد كونكتف تشو اللي انا بشاور عليه ده ده يعمل زي الجيلي ده موجود في الحبل السوري او ايه الموج البحر اللي قدامك ده موج بحر باللون الاحمر ده بس عاملة موج بحر اللي انا اخدتها اللونجتودي نال سيكشن ادي اسكليتا المصل فايبر ودي فايبر ودي فايبر ودي فايبر كل فايبر من دول فيها لون احمر غامي ولون احمر فاتح غامي وفاتح الله ده عمخططة فعشان كدعي بنقول عليها العضلات المخططة استرييتد استرييتد مصل فبقول عليها استرييتل او استرييتد مصل يبقى الفايبر ده كلها ادي النواة بتاعتها بريفرال انبوزيشن كل فايبر متكرر فيها نفس المنظر اللي هو دارك اند لايت الله طب مين ده اللي هو عامل زي المسلسات بتاعت الجبنة نيستو قدامك اهي المسلسات دي دي المسلسات دي تعمل زي الجبنة نسلو ده تي اس او اسكريتا المصل يبقى اسكريتا المصل بس انا اخدت فيها تي اس يعني اللي فاتت دي اللي اس يعني بالطول فجيت انا بالطول ده روحت اقطعها واخد قطاع بالشكل ده وبصت عليها من تحت الماكروسكوب ظهر عندي الشكل ده ادي الفايبر الاولانية لما اعطيتها تي اس اهي زي ما بتبص كده للقلم اللي انت مسكه بالعرض انت جسكه كده بالعرض تيجي تشوف الكعب بتاعه الكعب هو التي اس فانا هنا ادي الفايبر ودي فايبر ودي فايبر ودي فايبر كل ده محاط بالكونكتف تيشو حواليها من كل الاتجاهات اللي هو اللابيات ده ده كونكتف تيشو يبقى دي اسكريتا المصل تي اس الله ايه الدنيا ملخبطة كده وبهتة ايه دي ايه اللي ملخبط ده ده كاردياك مصل لان الكاردياك مصل مش عاملة زي الاسكريتا الريجولر لا ده الريجولر موجودة في كل اتجاه بلاقي فيها منها اللونج تيودينا ألاقي منها واخدى بميل اوبليك ألاقي منها تي اس فكل الستراتشور ده كاردياك مصل موجودة في الهارت طب الدايرة اللي قدامك عاملة زي دبلة الخطوبة دبلة حبنا ايه دبلة الخطوبة اللي قدامك دي الاورطة الاورطة ادي الجدار بتاع الاورطة هنا ماشي ايه في النص هنا الدم البلاد طب مين اللي يارز اللي هتقابلني هنا تيونيكا انتيما تيونيكا ميديا العضلات دي وديونيكا ادفينتيشا اللي برا دي يبقى الدايرة دي دبلة الخطوبة دبلة حبنا ده هو الاورطة طب مين المكعبات دي تلعمل زي الحجر الفرعوني متربط والحجر الفرعوني ده لما امسكه ألاقي فيه جزء غامق باللون البنفسيجي وجزء فاتح دي السايمس السايمس هنا تتميزن لها كل فص كل لبيول كل فص كل لبيول فيه كورتيكس وفيه جفاتح مضل كورتيكس مضل كورتيكس مضل وده تقسيمة بتاعت اللي هي بتاعت اللوبيوليشن أو اللوبس فأقول عليها السايمس السايمس دي تحتوي على التيلينفوسيس اللي هي مسؤولة عن جهاز المناعة اللي هي خلية اللينفوسيس بتمشي في الدم وبيتروح ليتهاجم اي فرنبودي ممكن يخش الجسم طب مين القبا دي وتحت القبا شيخ حطت العم بتاعته اهيه ادي الشيخ ده وحطت عميته والشيخ ده حطت عميته ودي الشيخ ده كبرناه وحطت عميته فوق هي مين ده ده جزء من الليمفنود الغدد الليمفاوية الغدد اه والعقد الليمفاوي بالأصح العقد الليمفاوي هنا هي عبارة عن زي حبيت الفول كده فاخدنا منها قطاع ادي الكابسول من برا و ادي الجزء اللي انا ماشي فيه ده اسمه كورتيكس والجزء الداخلي دي اسمها ميدالة طيب الكورتيكس لقينا فيها حاجة بنسميها ليمفاتيك نيديولز مش نوود لا نيديولز نيديولز دي اهي هي دي دي موجود فيها بي لم توسييت دي موجود فيها بي لم توسيت ادي الشيخ ودي الشيخ ودي العمة ودي العمة طيب مين الليlins اللي جوا في المakatلة واؤعمل زي التاريك دي بسميها فيها برضه بي وتي لم توسييت بين الاثنين فيه المنطقة دي فيها تي لينفوسايت يعني بي لينفوسايت هنا في الكورتكس تي لينفوسايت بين الكورتكس والمضالة بسمها بارا كورتكال والمضالة تحت فيها مضالة الكورتكس لكن هنا دي كلها لها بعضها عليها إيه في الامتحان لينفنوت طيب مين اللي قدامي ده هنا بقى عبارة عن شيوخ قاعدين متنطورين اهو بدون ترتيب زي الشيوخ اللي فاتت الشيخ ده لما أبص ألاقيه أغمى من شوية الصبيان اللي حوالي الصغيرين دول أنا معاي ده الليسبلين بس الشيخ ده بسميه ريد بلب طب هويت بلب ومين اللي أحمر ده بسميها ريد بلب نسمع للنظر إليها هنا تتميزن فيها سنترال فين أرتري سنترال أرتري يبقى ده الطحال اللي هو الليسبلين مين اللي هو عمل زي التعريج قدامي ده أهو عمل زي شط سكندرية يا شط الهوى آه دي شط سكندرية ودي البحر بتاع سكندرية أهو ودي البلاج أهو آه دي البلاج أهو ودي ناس كتير زحمة قاعدين فوق بعض الزحمة دي كل لها على بعضها بنبص نلاقيها دية الليمفاتيك آه الليمفوسايتس اللي هي بنسميها الليمفويد نيديولز الليمفويد نيديولز يبقى مين التونسل أو اللوز عندك التونسل بسميها بلاطين تونسل ده على فكرة ستراتفايد اسكومس إبيسيليم ودي هنا اللي أنا شايفه ده اللي هي إيه الليمفويد نيديولز الله ايه الشبكة الجميلة دي بقى دي غير الشبكة البهتة اللي فات دي الشبكة نسميها اللانج يعني فيها ايه اللانج شايف الفجوات دي كلها دي هي اللي شايلة الهواء اللي بيحصل فيها تبادل الجازز بين الأكسجين وكاربون داكسايد وبين الأواعيات دموية الموجودة في الاسم بين دي بسميها الفيولاي والالفيولاي ديت ببطنها نيوموسايت طيب 1 ونيوموسايت طيب 2 كل دي الفيولاي الفيولاي الشبكة اللي قدامك دي كلها على بعضها هي دي اللانج يبا احنا كده مع بعض عملنا مراجعة سريع على السلايز اللي هي مقررة معك زم انا شايف 18 السلايز حاجب لك منهم 12 يا بلاش حاجة صريفة جدا وبسيطة ارجو لكم التوفيق وربنا وفاقوا ان شاء الله سينكيو فير ماتش